مشكلتي وانا صغيرة وانا قلتها قبل كده ان انا مامتي كانت اما بتاخدني وتجيب مقاساتي وحاجات كده كان بتعاني جامد جدا وانا كنت بعاني وهي كنت بتتدايق ان انا بعاني يعني فعايش حياتي كلها بعمل رجيم ورغم ان انا دي طبيعتي وقالة تربية هي فجاد دلوقتي بتعلم معاك هي الا هو ماجد دلوقتي اللي بعاني مش ماما يعني هي اني ماجده اللي بعاني اه دلوقتي انت مش شايف ان دنيا او انت ما شفتش ان انت محتاج انك تعمل لدنيا ضايت انت ماجدش يعني ودخلت في اه يعني اه في سيولوجيتي البنت البنوتة يعني انها تكبر وكده فطبعا اه هي حاسة من دلوقتي اه يعني مثلا ايه هي بتحب الحوادق قوي والبيتزات والفسيخ والرنجة اه انت مش عارف ايه في الحاجات دي اه فقولها لا يعني انت دايما اه حس بنفسك اه يعني كلي لغاية مش تشبهي قوي يعني اه وكل واحد فينا على فكرة يعني انا من النوع اللي انا ايه على طول انت عارفاني من زمان انا كده اه اه باكل لكن مش بحش قوي اه واحنا كمان اساسا شغلنا مرجمنا ايوه يعني اه يعني انت عندك ضايت معين انت بتعمله لو اتطلب منك في اي شغل انك تعمله يعني عندك حاجة بتمشي عليها ممكن نفيد بها الناس يعني اقول للناس اعملوا كذا وعملوا كذا ولا انت عندك نصيحة ممكن تقولها لنا لا هو مش انا متبعتش نفسي اه بدليل انا زي ما احنا قلنا على دنيا بنتي اه انها انا مش وخالد اه 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 فطبعا هما الاتنين اه بس هي دنيا اصلا هي نفس الحكاية عندنا اه اه انا واخوي يا خالد نفس الحكاية بس انا انا كنت ازعلانة ان انا والدتي ليه ما عملت ليش ضايت من انا صغارة لان انا بعاني دلوقتي برغم ان الحمد الله يعني ده ميزة دلوقتي وابص اقولك حاجة بها اه بجد وصدقيني انتي لو عملت رجيم او ضايت وابقيت كده ومشيتي قدامي ممكن استغربك اي ممكن معرفكيش ممكن استغربك اي ممكن اخاف اجي جنبك اه اقولك ملك انتي عيانة لقدر الله بعد الشر عليك اه او في ايه مزع عليك او بتاعك كده اه فانتي ربنا مديلك حتة وش وحتة جسم وحتة اه مكونات معينة اي مه احمد اي الناس حبيتك بدا اه اه وجواكي بيدان دحكتك مع الناس بتاع بيقولوا اه يوسي البت البنوت او بتاع كده اه الخسسان او الحاجات زي انا بالضبط لما قلت ابس بروكة اه لو لبست بروكة مش عارف حاجاجة فاكر انا لما عملت معاك دور اه شعر وبعين انت اده يخف انا اتولدت لقيت نفس كده لا 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 نحترم بعض في البرلان طب والله العادي جدا لا قص دايما اه يعني مينة حد زميل برضه قال لي شعري اه وايه حاجاج بيكدبك عشان تبقى عارف طبعا وانا لازم اصيب السورة لان اللي اصلع اصلع من يومه والله ربه شعر ربه من زمان وانا بقى وبنقشه على الهواء لا تقترف من هزا الشعر ما بنقشه ما بيه شعري بيه انا حفظه لو اقولك انا كنت مدفرو وكنت هندي والحاجات دي اتقو ما فيه الحواجب عندي بدقة تتصلع برضو تروح اه اه لانا هيبقى وش من هلا لغاية هلا اه اه عمرك جابت واحد فيه يغسل وشه على الحوض لغاية دهرو اه مشكلة اوله جميل يعني اه اه